بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية من منهج الثقافة الإسلامية تتكلم عن الصلاة وقلنا زي ما قلنا في تعريف العقيدة في الوحدة الأولى كل شيء لتعريف لغة واصطلاح اللغة يعني معناها كلمة الصلاة معناها في اللغة العربية الصلاة في اللغة تعني الدعاء الصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء أما في المعنى الاصطلاحي والشرعي يعني المعنى بقى اللي هو في الشرع يقصد بها أقوال مفعولة ومخصوصة مبتدئة بالتكبير أقوال مفعولة ومخصوصة أقوال وأفعال معينة مبتدئة بالتكبير بنبدأ الصلاة بإيه؟ بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم بتخلص الصلاة بإيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيث يكون الهدف منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ودعاءه ومناجاته تمام؟ طيب يبقى ده تعريف الصلاة اصطلاحا أقوال مفعولة ومخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بحيث يكون الهدف منها التقرب إلى الله تعالى ودعاءه ومناجاته تمام؟ طيب في حاجة بقى اسمها أركان الصلاة وفي حاجة اسمها واجبات الصلاة وفي حاجة اسمها سنن الصلاة في حاجة اسمها أركان الصلاة في حاجة اسمها واجبات الصلاة وفي حاجة اسمها سنن الصلاة ايه الفرق بين الركنة والواجب والسنة ما الفرق بين الركنة والواجب والسنة الركن لو أنت نسيته أو ما عملتش بمزاجك يعني لو تركته عمدا أو سهوا تبطل الصلاة يعني زي إيه؟ زي مثلا قراءة الفاتحة لو أنت نسيت تقرأ الفاتحة تبطل الصلاة لو نسيتها في ركعة تبطل الصلاة الرقوع السجود القيامة من الرقوع حيات دي كلها تقبرة الإحرام دي كلها من غيرها تبطل الصلاة تبطل الصلاة حتى لو أنت نسيت برضو تبطل الصلاة خلاص؟ طيب أما الواجب لو تركته عمدا تبطل الصلاة يعني لو تركته بمزاجك تبطل الصلاة إنما لو تركته سهوا سهوا تسجد سجود السهوا بعد الصلاة يبقى الرقل ما لهوش سجود سهوا خلاص الصلاة بطلط لو اكتشفت أن انت في ركعة نسيت تركع أو نسيت تسجد أو نسيت تقرأ الفاتحة خلاص وخلصت الصلاة خلاص عيدها تاني من الأول تمام؟ إنما لو اكتشفت مثلا أن انت مثلا نسيت حاجة من واجبات الصلاة اللي هي مثلا وانت راكع قول سبحانه ربيه العظيم نسيت تقول سبحانه ربيه العظيم تمام؟ تعمل ايه؟ بعد ما تخلص الصلاة قبل ما تسلم كده تسجد سجدتين سهوا سجدتين كده للسهوا وبعدين تسلم تمام؟ يبقى انت نسيته إنما لو ما قلتش سبحانه ربيه العظيم بمزاجك انت ما نسيتش وفاكر بس ما قلتش برضو يبطل الصلاة ماشي؟ يبقى الواجب لو ترك عمدا تبطل الصلاة إنما لو ترك سهوا تسجد سجود السهوا السنة تركها عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة السنن بتاعة الصلاة اللي هي ايه السنن؟ زي دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لإله غيرك قبل ما تقرى الفتحة كده في أول ركحة زي قراءة آيات من القرآن الكريم بعد الفتحة في ركعتين الأولى والتانية تمام؟ وهكذا ديت يعني أنت لو قرأت الفتحة وحتى لو ما قرأتش آيات بعدها أنت فاكر وما قرأتش آيات بعدها برضو لا تبطل صلاتك لا تبطل صلاتك لأن دي ايه سنة تمام؟ طيب يبقى تاني الركن لو سيبت عمدا أو سهوا تبطل صلاة وما يجيب رهوش سجود السه الواجب لو تركت عمدا تبطل الصلاة لو تركت سهوا تصلي سجود سجود السه السنة تركها عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة أركان الصلاة بقى اللي هي لو نستها تبطل الصلاة الني لازم تكون انت ناودها. بتصلي ايه? تمام? القيام والنية طبعا مش لازم تقول يا رب ناودها صلي. لا. في محلها القلب. في القلب يعني. القيام يعني تقف لو انت قادر تقف. لو انت قادر تقف لازم تقف. ما نفعش تكون قادر تقف وتقعد. في الفرد. في الفرد. اللي قادر يقف ويقعد وهو بيصلي الفرد ما نفعش. الايس لا بطل. تكبيرة الاحرام طبعا لو ما ما قلتش تجبرة الاحرام يبقى انت اصلا ما صلتش. قراءة الفاتحة في كل ركعة. لما قرأتش الفاتحة يبقى برضو دي ركن من اركان الصلاة. الرقوع. القيام من الرقوع. السجود. الجلسة بين السجدتين. السجود التاني طبعا. والجلوس للتشاهد الاخير عشان تورد التشاهد الاخير. طب والجلوس للتشاهد لفosaic. لا مش ركن. تمام. الركن جلوس الالتشاهد الاخير وقراءة التشاهد الاخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الاخير. تعلم. والتسليم. الطمأننة في جميع الاركان. يعني ايه الطمأننة في جميع الاركان. يعني هب هوب الله. وأكبر الله و merchandise ما تنفع شيء صلاة. دي ما صلاة باطلة اللي ما يتمقنش وهو بيصلي. تطمئن يعني على الاقل. وانت راكع تركع كده وتعتدل في الركوع. وتقول سبحانه ربي العظيم تلات مرات. تقوم تعتدل كده. مش تقوم نص قمة والله اكبر وتسجد تاني. ده ما اسمهاش صلاة. يبقى الطمأنينة في جميع الاركان. انك تعتدل في كل ايه? في كل حركة. الترتيب بين الاركان طبعا ما ننفعش تسجد قبل ما تركع. تمام? فالترتيب بين الاركان ايه? برضو ركن من اركان الصلاة. يبقى دي الاركان نعرفها. طب والواجبات اللي هي لو نسيتها تسجد تسجد سه. ولو عملتها لو ما عملتاش بمزاجك كتبته للصلاة. التجبيرات غير تجبيرة الاحرام. تجبيرة الاحرام ركن. طب التجبيرة وانت بتركع دي واجب. وانت سمع الله لمن حمدة وانت دي واجبة. الله اكبر عشان تسجد واجبة وهكذا. قول سمع الله لمن حمدة للامام وللمنفرد. الامام بيقول سمع الله لمن حمدة والمنفرد اللي هو بيصلي الحاله يقول سمع الله لمن حمدة ربنا ولك الحمد. حتى الامام يقول سمع الله لمن حمدة ربنا ولك الحمد برضو. انما المأموم المأموم ما يقولش سماع الله ولمن حمدة بقى خلاص الامام قال سماع الله ولمن حمدة هو يقول ايه ربنا ولك الحمد نعم لو بتصلي الحلقة تقول لي اتناه ولو بتصلي امام تقول لي اتناه لو بتصلي مأموم تقول ربنا ولك الحمد بس الامام يقول سماع الله ولمن حمدة وانت تقول ربنا ولك الحمد قول سبحانه ربه العظم في الركوع ده واجب قول سبحانه ربه العالم في السجود ده واجب قول رب اغفر لي بين السجدتين وانت لما تقوم من السجدة الأولى كده ما بتقودش ساكر لأ لنت لازم تقول رب يغفر لي رب يغفر لي رب يغفر لي ثلاث مرات على الأقل مرة يعني بس الصحي ثلاث مرات تمام كذلك سبحان ربية الأعلى في السجود لازم على الأقل مرة بس الأصحي السنة ثلاث مرات سبحان ربية العظيم في الرقوع برضو السنة ثلاث مرات التشاهد الأول التشاهد الأول من الواجبات تمام يعني ما تسيبوش برضو لو سيبته بمزاجك تبطل الصلاة الجلوس للتشاهد الأول عشان تجلس برضو للتشاهد الأول برضو من الواجبات طب السنن السنن بقى كثيرة منها القولية والفلاي حاجات بنقولها وحاجات بنعملها منها على سبيل المثال دعاء للسفتاح اللي هو أول ما تقول الله أكبر تجبيرة الأحرام كده تقول سبحانك الله ومه بحمدك وتبرك اسمك وتقال جدك لا إله غيره تمام؟ ده دعاء للسفتاح وفي دعاء تاني برضو لو أي واحد منه قراءة آيات من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والتانية يعني بعد الفاتحة تقرأ آيات من القرآن الكريم دي سنة دي سنة يعني لو واحد نساها صلاته صحيحة ما فيش مشكلة وحتى لو سبها مزاجه وارده صلاته صحيحة الجهر في الصلوات الجهرية الجهر في الصلوات الجهرية الجهر في الصلاة الجهرية إن أنت تسمع نفسك وإنت بتقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى والتانية في الصلاة الجهرية يعني في الفجر والمغرب والعشا على الأقل تسمع نفسك لو أنت مش إمام يعني لو بتصلي لحالك تسمع نفسك تمام؟ لو بتصلي إمام تسمع الناس تمام؟ طيب والسر في الصلاة السهرية دي برضو سنة يعني لو واحد قرأ في سره حتى في المغرب ما فيش مشكلة ما بتبطلش صلاة وصبعا نقص الأجري يعني ليه تسيب السنة وضع اليدين على بعضهما وضعهم على الصدر إننا أما إحنا بنواقفين نضع اليد اليمنى على يد اليسرى ونضعهم على صدرنا ده سنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الرقوع والقيام من الرقوع وعند القيام من الركعة الثالثة لما ترفع يدك إلى إيه إلى أذنك كده وانت بتكبر تكبيرة الإحرام اللي هي أول تكبيرة خالص عشان تبدأ الصلاة وما تيجي تركع برضو ترفع إيديك وما تيجي تقوم من الرقوع سمع الله المحمد برضو ترفع إيديك بس أما تيجي تسجد لا وبعدين تقوم للركعة الثانية ما ترفعش إيديك وانت أيم للركعة الثانية إنما وانت أيم للركعة الثالثة يعني بعد تشهد الأول كده عشان تقوم للركعة الثالثة ترفع إيديك برضو عشان تقوم للركعة الثالثة خلاص دعا بالنسبة للوحدة التانية من الثقافة الإسلامية